ساعات كتير قوي المواقف اللي بنتحط فيها في الحياة هي اللي بتخلينا نبدع في حاجات تانية أو المواقف الصعبة دي بتخلينا ان احنا ندرس كتير ونتعلم كتير فنوصل لمرحلة من العلم والوعي والإدراكة تخلينا دكاترة فيها النهاردة ضفتنا في الحقيقة حالة خاصة جدا ملهمة خاصة لما اكتشفت ان ابنها عنده توحد كان دافع عندها ان هي تدور وتتعلم وتتخصص لغاية ما تقدر تفهم اكتر في التوحد فهمت ان دور الاهل والمجتمع مهم جدا في تشجيع الاطفال على الاندماج في المجتمع رحلة طويلة عدت بيها من خوفها ان هي تسيب ابنها من غير علاج حد ما لقى الطرق تتواصل معا بيها تخيلوا كده عن طريق ايه الفن يعني تفاصيل مهمة قوي قوي وده الام يا مصطفى لما تيجي تحب تساعد ولادها تحقيق جدا انت لقصت الموضوع وهي الام طبعا يعني هي الايه هي يعني الاجابة على كل هذه التساؤلات على اي حال خلينا نتعرف بالام ونتعرف بالقصة ونفهم الموضوع ازاي بدأت تفاصيله وازاي انتهت ضفتنا الدكتورة عبير عبد الحميد الاستشاري النفسي وايضا الام اللي قدرت ان هي تتغلب على يعني قصة التوحد اللي اصابت ابنها اهلا بك يا فانت اهلا بحضرتك فهمينا القصة بدأت ازاي لما عرفت ان ابن حضرتك عنده توحد هل انت كنت اصلا في طور الدراسة لعلم النفس ولا كان قبل كده وازاي يعني تطورت بقى الفكرة بعد كده لا هو انا في الحقيقة انا مش متخصصة يعني ما كنتش متخصصة خالص انا كنت بدرست تكنولوجيا تعليم عادي للناس العادية يعني لكن لقيت ان انا ابني حالة مختلفة مش عارفة اتعامل معاه ما كانش حد عارف ساعتها ان هو يعني ايه توحد كانش لسه ظهر لان انا ابني كان سنة 99 كان لسه المجال التربية الخاصة لسه في بدايته ما كانش حد كتير عارف يشخص الحالة فلقيت نفسي بتعامل مع حالة غريبة طفل مش بيتحرك مش بيتكلم مش بيستجيب لأي اصوات درجة ان احنا شكيت ان هو مش بيسمع عملنا مكياس السمع لقينا لا مكياس السمع تمام اه برضو الادراك البصري لما تيجي تعمل ايدك كده يعني مفيش مفيش استجابة عافوا ان هو زواج اقارب لا خالص الولد كان مولود طبيعي اصلا المشكلة كلها كانت في المستشفى كان هو عنده اسبوع تقريبا كان روحنا عشان نغير له على الحبل السري فغيروه واستخدموله ادوات ملوسة فللأسف عملت له سخونية وجابت له مكروب تيتانوس فواصلت حرارته 48 هو ده اللغبط الدنيا اه بالزبط يعني هو كان مولود طفل طبيعي ما فيش اي مشكلة ما عندهش اي حاجة خرش فبعد كده عملت له دمور في مركز الحركة والكلام فعشان كده ما كانش يعني مش بيتحرك زي الاطفال مش بيعمل لما تيجي حتى تحط سباك على ايديه كده مش بيتني ايده كده زي اي طفل او يحرك ايديه او رجب ما فيش اي حركة خالص مجرد طفل نايم على السرير فالجسمه عامل ايده كده وما فيش اي حركة فلاقيت نفسي حالة غريبة مش عارف اتعامل معاه وبيعبر عن كل حاجة بالعياط يعني مش قادر يقول مثلا يعني مش عارف يعبر عن اي حاجة فلاقيت ان انا لازم لدي حالة غريبة محدش عارف يتعامل ما عندناش حد يعني ما شفناش طفل قبل كده بالحالة دي كل الاطفال طبيعية فلاقيت ان انا لازم اتعلم وطبعا كان صعب جدا في الوقت ده ان ما فيش اماكن متاحة للتعليم زي دلوقتي فكان لازم ادرس اكاديمي فبدأت ااخد كورسات في التربية الخاصة في كل التربية في جامعة عين شمس وبدأت اعمل اعملت الاول الدبلومة في التخاطب علشان اعرف ازاي اتعامل معاه خليه تحرك يتكلم بدأنا علاج مع دكتور مخ وعصاب علشان يعالج الدمور في مركز الحركة والكلام بدأنا بعد كده العلاج الطبيعي بدأت انا بقى معا لشان اقدر يعني لما كنت بروح لأي مركز عشان اقول له عايزة برنامج اشتغل مع ابني كان بيرفض لان كانوا بيخافوا طبعا بيفتكروا ان انا ااخد البرنامج اشتغل بي انا يعني وضيع عليهم الفرصة بس فالدكتور اللي هو المشرف بتاعي قال لي احسن حاجة نتي تتعلمي اكاديمي لان انا لما بحثت ماجستير او دكتوراه بقدر ان انا ادخل على اكاديمية البحث العلمي ادخل على الداتابيز اللي فيها وقدر اجيب اي برامج اجنبية انا عايزاها وفعلا كنت بادخل على الداتابيز الاجنبية اجيب اي برنامج لتوحد عاملينه برا وطبقوا عليه واشتغلوا معاه حد ما وصلنا الحمد لله ده فرق معاكي في ايه النهاردة لما بتشوفي اي ام بتتعامل مع ابنها اللي عنده توحد لكن ما عندهاش النية ان هي تتعلم او تثقف نفسها انه ازاي تتعامل مع ابنها لما بتقرني نفسك بيها ايه الفرق بس هي وللأسف في معتقد سائد ان التوحد ده ما فيش فايدة منه فاي ام بتقولك انا ما هتعب لما هم اهما هتعب ما فيش فايدة لا فيه فايدة بس احنا الصبر المشكلة كلها ان احنا محتاجين الوعي بان طفل التوحد محتاج وقت طويل علشان تلاقي الاستجابة اللي انت محتاجها يعني لو اي طفل من اي عقا اخرى وطفل حتى لو العقا الزهنية مثلا بيستجيب في شهر طفل التوحد هيستجيب في سنة لان عنده تأخر في الاستجابة فنصبر عليه ونقول من يقس يعني انا ابني لما دخلت به للدكتورة وهو عنده شهر قالتلي ده تجاهزينه كرسي متحرك لان ده خلاص عجاله دمور في مركز الحركة والكلام فهيطلع طفل لا بيتحرك ولا بيتكلم فتعتمدي على كده بقى وانت ام مؤمنة بقضاء ربنا وترضي بدا طبعا انا ما يعني انهارت في الاول بس ما استسلمتش قلت لا انا ما يجبنيش الكلام ده انا ابني هيقف وهيمشي وهيتحرك وهعمل معا المستحرك وهو دلوقتي عامل ايه؟ هو دلوقتي ما شاء الله لك هو تقلي بالله اذا اقولك انه هو بطل الجمهورية في السباحة وفي الفروسية وفي التنس الاردي ماشاء الله واتخرج من المعهد العالي للسينما كاسم رسوم متحركة لا 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 وبقى اول مصمم جرافيك وبيعمل بيساعدني في شغلي بيعمل بالجرافيك بيستخدم برنامج الفلاش بينزل عليه صور ثابتة ويحركها يركب لها صوت ويحركها يحرك يقليل الصورة بتمشي وبتتحرك وبتتكلم وبيعمل فيديوهات تعديل سلوك اللي هو مثلا من الميش قشة تموص في الارض عشان محدش يتزحل افيام ما نعديش الشارع وإحنا منكلم في الموبايل يعني كده وبيشتغل في شركة مندوب علاقات عامة ماشاء الله كل ده بسبب الرحلة طبعا وطبعا السر في الرحلة هو الصبر الصبر والعمل المستمر اللي كنت بشتغل معه ما يقرب من 20 ساعة في اليوم لأن اللي حتاج بحتاج شغل كتير 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 بس كان في كل مرحلة أكيد فيها يعني ملامح يعني مرحلة مثلا لغاية خمس سنين غير من خمسة عشرة غير من عشرة من خمسة عشرة ما هو أنا أنا بدأتها مراحل يعني لحد خمس سنين دي كانت أصعب مرحلة كل شغالين على الحركة وكان بياخد علاق طبيعي ودي كانت بداية طريقه للرياضة لأن الدكتور قال لي أنه هو السباحة ممكن تكون مفيدة له في أنها تنشط عضلات إيدي ورجلي وفعلا فلما نزل السباحة لقينا أن هي جابت معا نتيجة في العلاج وفي نفس الوقت كمان هو قدر يتقدم فيها ويحقق بطولات فده اللي شجعه أن هو كمان يخش الرياضات تانية دي لغاية خمس سنين بعد كده بدأنا مرحلة التعليم بقى ومرحلة الكلام والنطق والعلاج الكلام والاندماج في المجتمع وبدأ بقى يروح النادي دخل مدرسة عاملة إزاي؟ مدرسة عادي خالص دخل مدرسة عادي الدمج هو اللي ساعده الدمج هو اللي ساعده أكيد هو دخل يعني كان في مدرسة خاصة في الأول وبعد كده لما بدأ لما تعمل الدمج بدأ بقى يدخل في قانون الدمج وحتى السنوية العامة أخدها بالدمج طب أنت النهاردة يعني بالشغل بتاعك بتسعدي السيدات التانية اللي بتمر بنفس الظروف دي ازاي؟ بديهم البرامج اللي أنا اشتغلت بيها بوجههم بعمل لهم خطة علاج إنه هم يمشوا ازاي في كل مرحلة لو طفل عنده مثلا لزمة معينة في الأطفال التوحد بيباليهم لزمات مختلفة يعني أنا ابني عنده لزمة إنه هو يحرك الإزازة يمسك إزازة يقعد يعملها كده فإحنا نعمل إيه؟ يعني كل لزمة وليها خطة طريقة معينة في العلاج فإحنا بنعمل إيه؟ بحاول أساعدهم إن أنا أعرف إنه المشكلة اللي عند ابنهم أكتر حاجة يعني مرهقة بالنسبة لهم وعمل لهم مشكلة وعمل لهم خطة علاج لها ونحاول نساعدهم فيها تبوا أنت لما درستي ده في مصر هل في مدارس يعني تعليمية يعني بأتكلم في مناهج مش في مدارس يعني يعني مثلا مين أفضل حد يدرس القصة دي؟ المراجع اللي كد بتعمل كده فين؟ مين أكتر واحد بيترجم يعني؟ يعني دينا نصائح أنا لو أنا حد عندي حد عنده توحد عايز أستفيد منك؟ تقولي لي إيه؟ لا هو بوس هو ككليات وكمناهج للناس العامة مش هيفيدوهم لأن مش ممنوع يعني مش هيسمح له أنه هو يدخل الكلية وياخد ده لكن أكاديمية البحث العلمي مفتوحة النت مفتوح دلوقتي بقى سهل جدا أنك تجيب أي برنامج لأي حاجة بتكتب المشكلة يعني مثلا أنا طفلي توحد عنده لازمة كذا أوكي فبقدر أجيبها سهلة ودلوقتي أصلا ده بعت فيها مراكز كتيرة جدا بتعمل كورسز وبتعمل يعني فيه مركز للإرشاد النفسي في كلية التربية جامعة عين شمس فيه دلوقتي كلية علوم الأعاقة موجودة كل ده بيساعد بيساعد أنهما تاخد منهم برامج وتاخد منهم نصائح وعندهم مركز بيعملوا فيه جلسات وبيعملوا فيه اختبارات زكاة وبيعملوا فيه جلسات علاجية للأطفال إيه الفرق من التوحد وطيف التوحد والفقر البيئي؟ بصي هو التوحد درجة كبيرة يعني هو توحد درجة الطيف التوحد ده الدرجة الخفيفة قوي منه اللي هو يكاد يكون أقرب إلى النورمال اللي هو زي ابني دلوقتي كده يعني أنا ابني الوقتي لما تشوفيه تقولي ده ولد طبيعي بلوقتي بنتخاني بيقوله أنت مفترية أنت ليه بتقولي عليه تربية خاصة ده ولد طبيعي ما شاء الله ده بيبعنده حاجات بسيطة قوي يعني يعني من النودة كاترة شوفي يعني يوم سبحان الله ما كانوا عايزين يحط موكي يعني عايزين نواي تحطيه على كرسي آه للأسف وما يعملش حاجة في حياته آه من واحد كان ده ده كاترة ده أنا عايزة أقولك أن الأهل كمان يعني أنا معظم أهلي يعني عملنا مع مشاحنات كتير قوي على أن أنا دخلته مركز وبتفعله 500 جنيه في الشهر وطبعا 500 جنيه في الشهر دي كان فيه دعم من جوزك طيب؟ كان فيه دعم؟ لا 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 عافك أنا وأنا أنا وبابا منفصلين أصر وبابا سابه هو عنده سنة ونص ما يعرفش عنه واحد لا إله 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 ومسكه عشان هو مش عشان الحالة بتاعته ما أو لا يعني ولد بايز شيلي بقى يعني يعرفها ف يعني المشكلة مش كدانة المشكلة إنه هما الناس كتير قوي بتخلط بين التوحد وبين الحرماني البيئي أو الفقر البيئي التوحد ده حاجة اختلاف عصبي حاجة مشكلة في المخ خلل في الخلايا العصبية فبيقى دي إلى اختلاف في التعامل وفي الاستجابة للتنمية المهارات والتنمية المعرفية والاستجابة للسلوك والاكتساب المهارات لكن الحرماني البيئي ده بيبقى ناتج من نقص في النمو الشامل يعني أنا لو حطيت ولد بينمو في بيئة مش مش صحية مش متكاملة فبيتلى عنده نقص في حاجة ما زي طفل الغابة هو طفل طبيعي ما فيهوش أي مشكلة لكن لما تتواجد في بيئة فقيرة تلع عنده نقص في حاجة وطفل حرماني البيئي بيبقى أكثر استجابة للعلاج يعني لما تتغير البيئة وتحطيه في البيئة الطبيعية اللي هي المفروض أنه يطلع فيها بيبقى كويس يعني إيه بيئة طبيعية أنا مش روح من النقطة دي البيئة اللي هي العادية الأهل والأصحاب والأصدقاء أنه هو له أصحاب بيتعاب يلعب معاهم بيتكلم معاهم الأهل فيه مواد ده وفيه علاقة علاقة وده ومحبة بينهم الأبوين بيعودوا مع الطفل بيتكلموا معاها بيعابوا معاها بيخرج معاهم عايش في بيئة مستقرة غير الطفل اللي هو عايش من غير أم من غير أب الأم والأب في مشحنات على طول الأم والأب بره البيت وسايبينه الوحده قاعد في البيت قاعد طول النهار بيلعب على الموبايل والموبايل ده كرسل وحده أنهما بمعظم الناس الأبوات دلوقتي الأهل بيفرحوا أنه لقوا حاجة يشغلوا بنهم بيها ويسيبوه معا الموبايل فهيكتصف منه هيتعلم سلوكيات منين هو لازم يتعلم سلوكيات ويعرف يتعامل ويستجيب معا لازم يتعلم من البيئة المكتصمة يتعلم إزاي من الموبايل إحنا كنا وصلنا أنك في الأول بدأتي معاه في الرياضة وبعد كده دخل مدرسة علشان يتعلم ما فهمناش بقى دهما دخل سينما ودخل جامعة إزاي بدأت أتطور كده إزاي دخل محاة سينما إزاي بقى بطل وبعد العلاج اللي استجابة بقى في التفوق في الأمور دي ما هو من ضمن البرامج اللي أنا قريت عنها اللي هي العلاج بالفن ولقيت أن هي مؤثرة جدا فجربت في الأول قبل ما يدخل الجامعة وهو في المدرسة من هو في إعدادي دخلته عرفت أن فيه فريق كرال لحتياجات خاصة في الأبرة فدخلته فيه لقيته كويس فيه ماشي فيه بيغني كويس ومستجيبه وبيتقدم بعد ما كانش بيتكلم بقى يغني طب أنت اليقين ده كان جالك منين أنه هيحصل كده يعني أنا متخالة لو الناس كلها عادة بتقولي على حاجة مش هتنفع طبعا أنا هستجيب ليهم لأ كأم صدقيني الأم بتبقى عندها يقين بابنها أنه هيبقى أحسن واحد في الدنيا حتى لو هو لو هي غلطانة بس هيبقى عندها يقين صحيح أن أنا ابني ده أحسن واحد في الدنيا بعد كده العلاج بالفن بالزبط العلاج بالفن بدأ أنا بقى الأول في الأبرا بعد كده بدأت عمله الدمج في المصارح وفي الفنون الاستعراضية وفي الحاجة فدخلته في رئية فنون الاستعراضية لقيته برضو قدراته يبقى له أصحاب ابتدى يتحسن حركة إيده ورجله ابتدت تتحسن مع فن الاستعراض مع ده مع ده شوية بشوية لما خلصنا السنوية العامة كان قابل حد في معد السينما قال له طب أنت ليه ما تدخلش معد السينما أنت يعني عندك موهبة وكده ليه ما تدخلش فقدم في معد السينما وخصوصاً أنه هو عنده موهبة كشغل الجرافيك شغل الجرافيك ده كان مني أنا من شغل الدكتوراه بتاعي أنا هو مرتبط بي قوي فكان بيقعد معي فأنا كنت جزء في الدكتوراه بتاعتي أن أنا تعليم الأطفال بالكارتون لأن أنا لقيت أن هم طول النهار عادينوا قدام سبيستون وقدام الكارتون فقلت ليه ما نستغلش ده فإن إحنا نوظفه فإن إحنا نعلمه اللي إحنا عايزينه عن طريق الكارتون فهو أخذ الفكرة دي مني فلما بقى بيشتغل لما راح اختبارات المععد فقالوا له انتهيل لأ أنت ما تقولش على نفسك احتياجات خاصة وقبلوه على الأس عشان هو لأقوله أن هو شغله كويس فلما دخل المععد برضو أحسن بكتير لأنه تعامل برضو مع ناس تانية وتعامل مع ناس يعني عايز أقولك أنها ناس رقية جدا جدا وعندهم روح الفن والإحساس بالإنسان دي عالية قوي فتعاملوا معها يعني يمكن هم 90% يزودوا من قدراته بسبب تعاملهم معها أنه هم قدروا يتفهموه وقدروا أنه هم يتعاملوا معاه وبقى يروح مثلا درس تصوير فبقى تعرف على أصحابه بقى بيخرج معاهم بقى بيتقابلوا بعد بعيدا عن الدراسة بيتجمعوا يوم بيخرجوا سواء كيف يمكن ربنا سبحانه وتعالى حط ابنك في اختبار سابت في حياته لكن سبحانه الله قدام الاختبار ده حط له نعمة جبيرة قوي 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 يمكن مش عن ناس كتير وهي الناس الصحة في حياته سواء من أمه سواء من الناس اللي هو تعامل معهم ودرس معهم يعني من واحد تقلو وهو صغير لسه طفل يعني انت تقوم على كرسي انت تقوم على كرسي ولا تتكلم ولا تتحرك لواحد النهار ده بطل في السباحة والفروسية يعني الحمد لله كترخير ربنا ان انت أمه الحمد لله صدقت فيه وامنت به فالنهار ده احنا شايفين نموذج في الحقيقة فخورين بيك جدا وموصيني التوصية عايزة أقول هاكم وهو عامل فيلم عن انجازات في خامة الرئيس بالكرافك ونفسه ان هو يعرضه في حفلة قادرون يريد زعدو دير السالة بقى احنا بنلقل كلامك ويا ربي بقى في الاستجامة هو اسمه ايه؟ سيد سيد احنا مبسطين بيك وان شاء الله تبدع ونشوفك ان شاء الله في حفلة قادرون الجاية بإذن الله نشكرك يا دكتور دكتور عمير عبد الحميد أخصائي الدفسي وقب بسالية شكرا جزيلا لحضرتك ونورتنا وشرفتنا وان شاء الله يعني يتم القبول لهذا الأمر شكرا جزيلا شكرا جزيلا